موسيقى حياكم الله إلى الأخبار من الإمارات وبالعنوين موسيقى رئيس الدولة يصر مرسوما اتحاديا بتعيين عائشة بالحرفية وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين موسيقى خالد بن محمد بن زايد يطلع على أحدث الابتكارات التي تعرضها الشركات في معرض دبي للطيران 2023 موسيقى برعاية وحضور ولي عهد الفجيرة افتتاح البطولة العربية لفرق الفئات العمرية للجود غدا الجمعة موسيقى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ووكالة أنباء الإمارات يوقعان مذكرة تعاون أعلامي مشترك موسيقى موسيقى الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى التفاصيل أصدر صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما ابتحاديا بشأن تعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين موسيقى استقبل صاحب السمو شيخ صعود بن سكر القاسم يعد المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصر سموه بمدينة سكر بن محمد سعادة بوغدان أكتابيان باديكا سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة الذي قدم الاستلام على سموه وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع سعادة السفير عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية رومانيا في شتى المجلات من جانبه عبر سعادة بوغدان أكتابيان باديكا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مشيدا بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعود اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان واليوعهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارات أبوظبي على أحدث ابتكارات قطاع الطيران التي تعرضها الشركات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في معرض دبي للطيران الفين وثلاثة وعشرين تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارات أبوظبي عددا من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض من ضمنها مجموعة إيج للتكنولوجيا المتقدمة وشركة سندان أول مركز تميز إماراتي لطباعة ثلاثية الأبعاد التابعة لمجلس التوازن الاقتصادي واطلع سموه على أحدث تقنيات قطاع الطيران وحلول صناعة الجوية التي تخلق فرصا اقتصادية جديدة داخل الدولة وخارجها وأكد سموه خلال الزيارة أن معرض دبي للطيران يعكس مدى حرص دولة الإمارات وتركيزها الاستراتيجية على تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطيران والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة لدعم جهود استدامة قطاع الطيران وصناعة الجوية منوها سموه بدور المعرض في تأزيز مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية وترسيخ موقعها مركزا رائدا في دعم حلول الابتكار الجوية رفق سموه خلال الزيارة مع علي محمد علي الشرفة رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ويعرض معرض دبي للطيران في نسخته لهذا العام أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 148 بلدا إضافة إلى تنظيم عروض جوية وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة تحت رعاية وبحضور سموه الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله تفتتح يوم غد الجمعة فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي ينظمها نهد الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية وبحضور سموه الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله تفتتح يوم غد الجمعة فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وإشراف الاتحاد العربي للجودو في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة والتي تستمر حتى التاسع عشر من نوفمبر الحالي وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 فرد من الجنسين والتي تمثل ثمانية دول عربية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة الكويت، قطر، مصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن والتي ضمت 283 لاعباً ولاعبة بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة ووفد الاتحاد العربي للجودو ولجنته الفنية وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة إن البطولة تحظى برعاية السمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجيرة حفظه الله انطلاقاً من دور الرياضة المحوري في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة والدولة واهتمام ودعم سموه للمنافسات الرياضية الدولية التي تنظم في الإمارة وتستقطب الأندية والمنتخبات واهتمام ودعم سموه للمنافسات الرياضية الدولية التي تنظم في الإمارة وتستقطب الأندية والمنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم في كافة الألعاب الرياضية وأضاف الزيودي أن البطولة تعد حدثاً رياضياً هاماً في مسيرة إمارة الفجيرة في تنظيم واصضافة البطولات الرياضية الدولية وستكون بداية منافسات البطولة بتصفيات فئة الأشبال، ذكور وإناث وذلك لفترتين الدور التمهيدي والطردية قبل الظهر وسيكون الختام بالأدوار النهائية والتتويج لتلك الفئة في الفترة المسائية أما ثاني أيام البطولة فقد خصصة لمنافسات فئة فرد الشباب والشابات وسيكون الختام يوم الأحد المقبل بمنافسات الشباب والشابات على مستوى الفرق أعلنت اللجنة العليا لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة عن إغلاق باب التسجيل في البطولة والتي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله وتنطلق يوم الرابع عشر من ديسمبر المقبل أعلنت اللجنة العليا لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة عن إغلاق باب التسجيل في البطولة والتي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله وتنطلق يوم الرابع عشر من ديسمبر المقبل وذلك في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية وتسمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أنقى سلالات الخيول العربية والتي تمثل العديد من المرابط من داخل وخارج دولة الإمارات وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة بأن عدد الخيول المشاركة في البطولة بلغت إلى ما يزيد عن ثلاثمائة وثلاثين خيلا من داخل دولة الإمارات فيما بلغ عدد الخيول الدولية المشاركة في البطولة خمسة عشر خيل دولية ليصبح إجمالي عدد الخيول المشاركة ثلاثمائة وخمسة وأربعين خيلا وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربية شهدت النسخة الحالية من البطولة إقبالا كبيرا من المشاركات من جميع أنحاء العربية وهو ما يؤكد على أهمية ونجاح البطولة في دوراتها الماضية وانتشارها على مستوى واسع واكتسابها قيمة نوعية كبيرة لما لها دور كبير في إثراء رياضة الفروسية وهو ما يؤكد على مضي الفجيرة بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للرياضة ومنصة للتلاقي الحضري والإنسانية وعلى أنها شريك فاعل في جهود الإمارات الرامية للحفاظ على قيمها وتراثها ومكانتها الرائدة وتوظيفها جسرا للتواصل مع مختلف الثقافات من ناحية أخرى أشار للزيودي إلى أن عدد فئات البطولة وصل إلى 18 فئة في حين أن الدول المشاركة وصلت إلى أكثر من عشر دول ويقف على البطولة هذا العام لجنة تحكيم أن تتضمن نخبة من المتخصصين في رياضة الفروسية وتتميز دورة النسخة الحالية بإضافة بطولة القفز والدرساج يوم القفز ويوم الدرساج وثلاثة أيام جمال الخيل وتتضمن البطولة مسابقة متخصصة بجمال الخيل العربية وتم رص جوائز مرموقة لها كسيف الفجيرة الذهبية وجائزة أفضل رأس وأفضل خيل وغيرها أكد السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي أن النهج الذي صارت عليه دبي برؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتبني فكر يؤمن بقيمة وأهمية الابتكار وتشجيع الإبداع وتوفير المقومات الداعمة للكفاءات والمناخ المحفز على بناء الشركات الفعالة جعلها تتمتع بمكانة عالمية فريدة ونوه سمو لعهد دبي خلال الجولة التي قام بها سمو في معرض دبي للطيران إلى تنام مكانة معرض دبي للطيران كمحرك دفع رئيس لتطور صناعة الطيران العالمية والصناعات المكملة وهو ما يشهد به حجم الصفقات المليارية التي تم عقدها في الدورات السابقة وخلال هذه الدورة ومنذ انطلاقها في الثالث عشر من نوبمبر الجاري حيث يزيد من الأثر الاقتصادي الكبير للمعرض ما يشهده الحدث من عقد شركات تجمع كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع بكل ما يحمله من أهمية بالغة عالميا وما تمهد له تلك الشركات من تطورات إيجابية تخدم في دفع مسيرة تطويره بنحو يساند أهداف التنمية المستدامة حول العالم استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم اليوم سعادة جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد ورحب سمو لعهد عجمان بسعادة السفير متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية مع دولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات كما تم بحث العلاقات الأخوية المتينة وروابط الوثيقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه عبر سعادة جمال محمد الغنيم عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الصعوب أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه بديوان الحاكم منصة مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان والتي تهدف إلى خدمة المواطنين بأحدث الطرق وأيسرها وصولا عبر المنصة الإلكترونية وأكد سمو لعهد عجمان أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لتوجهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتسقير الإمكانات كافة لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم وقال سمو إن المنصة تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات على الصعود كافة في انسجام تام مع الأهداف الوطنية المنشودة لوضع المواطن نصب أعيننا وتمكينه من التمتع بالأسلوب المعيشي الذي يليق به مؤكدا أن الحكومة تعمل من أجل إسعاده وتحقيق رفاهيته وهو العنوان الأول في مستهدفاتنا الاستراتيجية زار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للأعلام فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض دبي للطيران 2023 الذي يقام في مطار المكتوم الدولي لعرض أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية في قطاع الطيران والأنظمة الدفاعية ومجال الطيران المدني شملت جولة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للأعلام في المعرض عددا من أجنحة الجهات المشاركة من ضمنها جناح وزارة الدفاع وقيادة شرطة أبوظبي وشرطة دبي ومجموعة إيج للتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى جناح شركة كاليدوس الإماراتية المتخصصة في الأنظمة البرية والجوية وشركة سندان أول مركز تميز إماراتي لطباعة ثلاثية الأبعاد التابعة لمجلس التوازن الاقتصادية حيث طلع سموه على أحدث الابتكارات التي تطورها الشركات الوطنية لتعزيز منظمة الصناعة الجوية محليا وأقليميا وأكد سموه خلال الزيارة الأهمية التي يكتسبها معرض دبي للطيران الذي رسخ مكانته على خريطة صناعة الجوية العالمية بعرض أحدث الابتكارات والتخنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع إضافة إلى ما يوفره من فرص لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات والمؤسسات الوطنية وكبرى الشركات العالمية ويستقطب معرض دبي للطيران في نسخته لهذا العام أبرز الخبراء وصناع القرار في قطاع الطيران لتبادل الرؤى والأفكار حول دعم الحلول المستدامة والمبتكرة في الصناعة الجوية ويعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1400 شركة محلية ودولية من 148 بلدا إضافة إلى تنظيم عروض جوية وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة التقى معالي محمد بن أحمد البوردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 كلا على حدة اللواء الركن طيار محمد بن سعيد المغيدي الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالأمانة العامة للمملكة العربية السعودية ومعالي عبداللطيف لدية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية ومعالي أحمد بن علي بازي وزير الصناع والاستثمار المكلف في الاتحاد القمري ومعالي زكان هلز وزير الدفاع لدى جمهورية البوسنة والهرسيك وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية وتم تبادل وجهة النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك تخطط دولة الإمارات لأن تكون من الدول القليلة في العالم التي تنافس في صناعة الطيران التي تعتبر من الصناعات الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا في المستقبل القريب بما يواكب ما تشهده من نمو وتطور في المجالات المختلفة تطمح الإمارات بأن تكون مركزا إقليميا لوقود الطائرات المستدام واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنافس في مثل هذه الصناعات الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا في المستقبل القريب حسب تقارير المنظمة العالمية للطيران المدني فإن الإمارات أصبحت القاتلة التي تقود نمو صناعة الطيران في المنطقة وباتت من بين أهم عشرة لاعبين رئيسيين في الصناع عالميا وأكبر مشتري للطائرات الحديثة والعملاقة وعلى رأسها طائرات إيربوس 380 وبوينغ 787 ويرجع السبب في ذلك إلى أنها تتبنى حلولا مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية وغيرها من القضايا المتعلقة بالاستدامة في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية وعلى رأسها مجال إنتاج الوقود المستدام للطائرات وفي طفرة هي الأولى من نوعها شغل الطيران الإمارات في يناير 2023 بنجاح أول رحلة تجربية لطائرة بوينغ 777 باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في أحد محركيها وبشكل عام يعمل في السوق الإماراتي خمس شركات طيران هي طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، وفلايدوبي وشركة طيران رأس الخيمة فضلا عن شركات طيران متخصصة في الشحن تمتلك طلابيات تزيد على 350 طائرة وتستثمر الإمارات على مدى السنوات العشر المقبلة نصف تريليون درهم في البنية التحتية للطيران بهدف جعل الإمارات مركزا عالميا لصناعة الطيران في العالم أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللا إنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع وشددت وزارة الخارجية على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وعلى ضرورة أن لا يكون هدفا للصراع أكدت أو أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اعتزامها إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة وذلك ضمن عمليات الفارس الشهم ثلاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني التي أمر بها صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى مائتي ألف غالون يوميا بإجمالي ستمائة ألف غالون يستفيد منها ثلاثمائة ألف شخص يوميا وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين والوقوف بجانبهم خلال ظروف الصعبة التي تواجههم حاليا وقعت وكالة أنباء الإمارات وام والمكتب الأعلامي لحكومة الفجيرة مذكرة تعاون إعلامي مشترك على هامشي الكونغرس العالمي للأعلام الذي تقتم فعلياته اليوم وذلك بشأن التحضير والتنصيق لمنطقى الفجيرة الأهلمي الذي سيقام في فبراير القادم 2024 بعنوان الأعلام الموازي وقع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ووكالة أنباء الإمارات مذكرة تعاون إعلامي مشترك على هامشي الكونغرس العالمي للإعلام بشأن التحضير والتنصيق لملتقى الفجيرة الإعلامية الذي سيقام في فبراير القادم 2024 بعنوان الإعلام الموازي تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين وكالة أنباء الإمارات والمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة من أجل تحقيق الأهداف الإعلامية المعلنة في هذه المذكرة على أن يكون ذلك بمثابة تأسيس لتعاون مستقبلية يخص مختلف الشؤون الإعلامية طبعا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة شاركنا بفعاليات كونغرس الدولي للإعلام بأبوظبي وهي المرة الثانية على مشاركتنا هذه في الدورة الأولى وقعنا اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية بقصة تطوير أليل حركة الإعلامية بالفجيرة وأنتاج بعض الأفلام الوثائقية في هذه الدورة حرصنا على أن يكون هناك اتفاقية مباشرة مع وكالة أنباء الإمارات وذلك بهدف التحقيق شراكة كي يكونون معنا شريك إعلامي أساسي في الملتقى الإعلامي المقبل الذي سيقام في فبراير عام 2024 تحت عنوان الإعلام الموازي طبعا هناك الكثير من التفاصيل التي قمنا بدراستها سويا مع الدكتور محمد جلال الرئيسي مدير عام الوكالة واتفقنا على صيغ مقبلة ودعوة ضيوف VIP من مختلف أنحاء العالم بالإضافة لشراكات إعلامية سنقوم بها حتما في الفجيرة أثناء انعقاد الملتقى والنقاشات أثمرت عن توقيع اتفاق تعاون بيننا وبين وكالة أنباء الإمارات وأعتقد أن هذا سيكون إضافة للملتقى وإضافة للفجيرة كي نؤسس لشراكة دائمة مع واحدة من كبرى مؤسسات الإعلام في الإمارات والعالم العربي بطبيعة الحال هناك تفاصيل كثيرة قمنا بتثبيتها وسيكون هناك اجتماعات مقبلة سواء بالفجيرة أو بأبوظبي من أجل التحضيرات النهائية لإطلاق الملتقى الإعلامي في الفجيرة وأكد سعادة محمد جلال الرئيس المدير العام لوكالة أنباء الإمارات أن الوكالة حريصة على مد يد التعاون مع كل الطاقات الإعلامية الوطنية ودعمهم في مشاريعهم المستقبلية لافتاً إلا أن الفجيرة قطعت شوطاً كبيراً في تقديم اختراحات إعلامية لافتة خلال السنوات الماضية ومنوهاً أن ملتقى الفجيرة الإعلامية المقبلة سيكون نقطة جذب لصناع القرار ورؤساء الشركات الإعلامية الدولية وتنص المذكرة على تقديم وكالة أنباء الإمارات الدعم الإعلامي المطلوب لفعاليات الملتقى الإعلامية الذي سيقام في الفجيرة في فبراير القادم 2024 بنشر وبث المواد الإعلامية الخاصة بالملتقى عبر الموقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعية إضافة إلى تخصيص فريق عمل من المحررين والمصورين لتغطية فعاليات الملتقى وبناء على بنود المذكرة يقوم المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالاستعانة بوكالة أنباء الإمارات كشركة إعلامية رئيسية ننتقل الآن مشاهدين إلى زميل شاهر جرار المتواجد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض شاهر حياق الله لو تحدثنا عن فعاليات اليوم الختامي للكونغرس العالمي للإعلام نعم ليالي شهدت مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام التي جاءت بناء على توجهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله إقبالا كبيرا ومتواصلا من المهتمين والزوار والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث العالمي حيث استقطب جناح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة خلال أيام الحدث الثلاثة الزوار الذين توافدوا للتعرف على تجربة الإمارة التنموية في مختلف القطاعات وتماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله يستعرض الجناح أمام الزوار والخبراء الإعلاميين المشاركين في هذا الحدث الإعلامي العالمي من داخل الدولة وحول العالم المزايا والمقاومات الجاذبة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة وأيضا كذلك الأسباب التي تجعل منها إحدى أفضل وجهات العيش والعمل والاستكشاف على مستوى المنطقة والعالم أيضا كذلك تعرف زوار الحدث من خلال جناح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة المستوحى من ألوان الطبيعة الخلابة التي تتميز بها الإمارة على المبادرات وأيضا كذلك الخطط الاستراتيجية الإعلامية التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة لتعزيز مكانة الفجيرة وحضورها الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم ولتسليط الضوء على إنجازاتها ومشاريعها التنموية المتواصلة والرامية إلى صناعة غد مزدهر ومستدام للأجيال الحالية والقادمة وأيضا تسليط الضوء إعلاميا على المبادرات السياحية والثقافية الكبرى فيها في إمارة الفجيرة كما استقطب الجناح أفاق جديد للراغبين بالتعاون المستقبلي والعمل المشترك مع المكتب الإعلامي وتضمنت مشاركة المكتب بهذا الجناح تم فيه عرض أحدث وأبرز الإزدارات المطبوعة والرقمية ولقاءات مع رؤساء هيئات ومدراء ومؤسسات محلية ودولية وأبرز ديوف الكونغرس ورواده من الخبراء وأصحاب الاختصاص من المنطقة العربية والعالم من وزراء ومدراء عامين وأيضا كذلك مستشارين إعلاميين بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة لبناء خط شركة استراتيجي يخدم توجهات العمل أو توجهات العمل الإعلامي هذا كل شيء لهذا اليوم هذا اليوم الثالث هو اليوم الختامي للكونغرس العالمي للإعلام أعود لك ليالي إذن زميلي شهر نترقب في فبراير 2024 انطلاق أعمال منطقة الفجيرة الإعلامي بعنوان الإعلام الموازي أشكرك جزيل الشكر الزميل شاهر جرار كنت معنا مباشرة على الهواء من مركز أبوظبي الوطني للمعارض لتنقل لنا حيثيات اليوم الختامي للكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية مشاهدنا نتابع تقديم النشرة حيث باتت دولة الإمارات مركزا رائدا وركيزا أساسية في صناعة المحتوى الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم على الخارطة العالمية للإعلام تحجز الإمارات لها مقعدا بين العشر الكبار إذ حصدت المرتبة العشر عالميا كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021 لتتصدر الإمارات بذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحل في المرتبة الأولى إقليميا متقدمة في الترتيب العالمي على دول متقدمة كفنلندا وكندا واستراليا والصين وألمانيا وفرنسا واليابان فكيف حققت الإمارات إذن هذا الرصيد الإعلامي العالمي الضخم؟ في بداية 2001 شهدت المنظومة الإعلامية في دبي ميلاد مدينة دبي للإعلام التي أسهمت بفعلية في تغيير شكل القطع لتبدأ المؤسسات الإعلامية الكبرى بتأسيس فروع ومقار إقليمية لها واليوم تضم مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج 2100 مؤسسة إعلامية بعضها من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية وأشهرها وتشير المعطيات والأرقام إلى أن السبب في تقدم الإعلام الرقمي للإمارات الاستفادة من البنية التحتية الرائدة لقطع الاتصالات بالإمارات التي تحتل المركز الأول عالميا في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل وهو الأمر الذي سهل وصولها إلى المركز الأول عالميا في استخدام الإنترنت خير دليل على ذلك نمو سوق الإعلام الرقمي بنسبة 12.1% ليصل إلى 3.72 مليار درهم خلال العام 2022 مقارة بنحو 3.319 مليار درهم خلال العام 2021 وبلغ حجم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات خلال العام الماضي مليار وتسعمائة واثنين مليون درهم وفي السياق أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالية من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال سنوات العشر المقبلة وأن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهارا في المنطقة وعلى مستوى العالم النشرة متواصلة وفيها بعض الفاصل الفجيرة يتوج بدرع الناشئين في كأس الإمارات للسباحة حياكم الله من جديد نظمت دارو راشد للنشر التابعة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام جلسة بعنوان قراءة قصصية للأطفال حيث استضافت طلبة روضة الشرق في الفجيرة وتماشيا مع مبادرات عام الاستدامة 2023 تم خلال الجلسة سرد مجموعة قصص حول الحفاظ على البيئة من إصدارات الدار بهدف تحفيز الأطفال على القراءة وتشجيعهم على جعلها جزءا من حياتهم اليومية وتطوير المهارات السماعية واللغوية لديهم وتحسين مفرداتهم حيث تم قراءة القصص باللغة العربية مما يساعد في زيادة القدرة على الانتباه وتمكين الأطفال من ربط المعاني بالألفاظ شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي في المملكة العربية السعودية بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشاركت المؤسسة في برنامج ورشة عمل التكامل في سلاسل الصناعات والمنتجات المعدنية وخريطات الاستثمارات التعدينية حيث استعرضت الورشة سلاسل أبرز الصناعات والمنتجات التعدينية وبحثات أوجه التكامل بين القطاع الخاص الخليجي ذي العلاقة بقطاع التعدين والصناعات والمنتجات المعدنية والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص والحلول المقترحة وأكد سعادة المهندس علي قاصم مدير عام الفجيرة للموارد الطبعية أهمية المشاركة في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي التي تجمع نخبة من أقطاب الصناعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وتأتي في إطار جهود مؤسسة الرامية للترويج لبيئة الأعمال المتميزة والفرص التعديمية الواعدة التي تسخر بها إمارة الفجيرة فاز فريق نادي الفجيرة للسباحة بدرع الناشئين في بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت في نادي البطائح بمشاركة ثمانية أندية ووجود 179 سباحا وسباحا وهي البطولة التي نظمها اتحاد السباحة على مرتين حيث أقيمت بطولة العمومي والبراعم في أبوظبي الشهر الماضي بينما أقيمت مراحل الناشئين في نادي البطائح ونجح نادي الفجيرة في الفوز بالمركز الأول وكأس مرحلة 12 سنة بينما حل نادي الوصل ثانيا ونادي أبوظبي للرياضات المائية في المركز الثالث وفي مرحلة 14 سنة فاز أيضا نادي الفجيرة بالمركز الأول وحل نادي الوصل في المركز الثاني ونادي أبوظبي في المركز الثالث وشهد تتويج الفائزين وتكريم الأندية والسبحين والجوائز الفردية عضو لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة محمد بوشهاب ويوسف الرئيسي تجري الاستعدادات في مدينة إكسفو دبي بوتيرة متسارعة لاستقبال العالم ضمن أعمال مؤتمر المناخ قب 28 في 30 من نوفمبر الجاري والذي يؤكد دور دولة الإمارات الرياضي في التعامل مع القضايا التي تهم العالم تأتي استضافة مؤتمر قب 28 في مدينة إكسفو دبي لتؤكد أن الرسالة واحدة وهو العمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ في مدينة المستقبل التي تحتضن الحياة الحضرية المستدامة لنقل فعاليات مؤتمر المناخ قب 28 للعالم أجمع فيما يشمل موقع الحدث العالمي الذي تصطديفه دولة الإمارات منطقتين منطقة زرقاء مخصصة للوفود الرسمية ومنطقة خضراء مفتوحة للجمهور والمنظمات غير الرسمية والمشاركين الآخرين فلأول مرة في دورات مؤتمر المناخ ستكون المنطقة الخضراء مجاورة للمنطقة الزرقاء لتتيح لصناع القرار والمسؤولين التفاعل والعمل عن كتب مع الأفراد والطلبة ومؤسسات المجتمع ولتكون نتائج المؤتمر مقاربة لتطلعات الناس واحتياجاتهم كما تم تجهيز مساحات وأماكن مخصصة للتغطيات الأعلامية المحلية والعالمية بما في ذلك مركز أعلامي في المنطقة الزرقاء وآخر في المنطقة الخضراء مزودان بجميع التقنيات اللازمة لتسهيل مهمة وعمل الإعلاميين ولضمان سهولة وسلاسة التنقل في مكان الحدث تم تخصيص حافلات نقل مجهزة من وإلى مدينة إكس بو دبي المرتبطة بشكل متكاملا بشبكة المواصلات العامة والتي تضم محطة مترو ما يسهل الوصول إليها من مختلف مناطق دبي خطط وبرامج متنوعة يشري العمل عليها وتطويرها لتكون استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 في الإمارات منصة متميزة تجسد مساعد دولة لإيجاد حلول واقعية للتحديات المناخية وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق أعلى معايير الاستدامة أسهمت مبادرات الإمارات في حماية البيئة والمحافظة على تنوع البيولوجي محليا وعالميا في تعزيز موقعها على مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشرعي وتنظمي وتبنت الدولة العديدة من المبادرات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم الإمارات نموذجا رائدا في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي وتحرص على بذل جهود مكثفة لترسيخ جذور الاستدامة ودمج الاعتبارات البيئية في سياسات وخطط تتوزع على مختلف مجالات القطاع البيئي وأطلاق مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع الرائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها مبادرة المساعدات الخارجية ومبادرة مؤشرات جودة الهواء ومبادرة الحياة البرية المستدامة والمشروع الوطني لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض القائمة الحمراء وبرنامج مناطق الطيور المهمة والمشروع الوطني كنوز الطبيعة في الإمارات ومبادرة إعادة تأهيل مناطق الحياة الساحلية والبحرية ومبادرة الارتقاء بالأداء البيئي والمشروع الوطني لعزل الكربون والاستراتيجية الوطنية للأنواع الغازية إضافة إلى شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغير المناخ جهود متواصلة وعمل دأوب تسعى من خلاله دولة الإمارات إلى ترسيخ دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية ووضع الحلول المستدامة استزراع 312 ألف قطعة مرجان في مياه أبوظبي وأخبار محلية أخرى في هذا التقرير نجحت هيئة البيئة أبوظبي بالتصدي لتأثيرات التغير المناخي على الشعاب المرجانية من خلال واحد من أكبر الجهود العالمية لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي والذي تمكن من زراعة أكثر من 312 ألف قطعة مرجانية في أربعة مواقع مختلفة تغطي نحو 71.8 هكتاراً علماً أن إمارة أبوظبي تحتوي على 34 نوعاً مختلفاً من الشعاب المرجانية الصلبة موزعة على عدة مناطق بما في ذلك رأس غناصة وبطينة والسعديات والنوف ما يسهم في الحفاظ على التراث العظيم والقيمة الاقتصادية والعلمية لهذه الشعاب المرجانية أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تقدمها في تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2023 حيث حلت الجامعة في المرتبة الثانية عربياً متقدمة من المرتبة الخامسة في العام الماضي مع استمرارها في ريادة جامعات الدولة كأفضل جامعة للسنة الثالثة على التوالي أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية تنفيذ أعمال طلاء سطح الإسفلت باللون الأحمر عند سبع مناطق مختلفة بالطرق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي لتحديد السرعات الجديدة للطرق وذلك بهدف تحسين السلاسة والسلامة المرورية وتنبه السائقين بتغيير سرعة الطريق وكذلك إبراز المظهر الجمالي والحضاري للبنية التحتية وتعزيز معايير الاستدامة ونمط جودة الحياة إلى الأخبار الإقليمية والدولية مجلس الأمن يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق في غزة مجلس الأمن يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق في غزة عود الجيش الإسرائيلي الخميس دخول مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة غدات عملية اقتحام وتفتيش لأكبر مستشفى في القطاع أثارت قلقا وانتقادات دولية بشأن مصير المرضى وألاف المدنيين المحاصرين في وقت تتهم إسرائيل والولايات المتحدة مسلح حماس بإخفاء أسلحة ومنشآة عسكرية في مجمع الشفاء الطبي وبعد أيام من العمليات العسكرية والمعارك في محيطه اقتحم الجيش الأربعاء مجمع الشفاء حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 2300 شخص على الأقل بينهم مرضى وتواقم طبية ونازحون لجأوا إلى أرجائه ونشر الجيش الإسرائيلي صور أسلحة وقنابل يدوية ومعدات أخرى قال إنه عثر عليها في المجمع الطبي فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن الجيش لم يعثر على أي عتاد أو سلاح في مستشفى الشفاء وخرج مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب داعيا إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة القرار الذي صغطه ملطا والذي تم تبنيه بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا يدعو إلى هدنات وممرات الإنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة إلا أنه لم يتطرق إلى إدانة هجوم مسلح حركة حماس الشهر الماضي وسبق لإسرائيل والولايات المتحدة التي تملك حق النقد فيتو في مجلس الأمن أن رفضت دعوة المتزايدة إلى وقف إطلاق النار في غزة بذريعة أن ذلك سيصب في صالح المسلحين الفلسطينيين في المقابل أعلنت إسرائيل أنها تقوم بفتح نوافذة مؤقتة يوميا للسماح للمدنيين بالنزوح من شمال القطاع حيث تتركز العمليات العسكرية إلى جنوبه وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو من أنه لا يوجد مكان في غزة النصل إليه لا يوجد مكان للاختباء أو ملجأ في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية خصوصا في ملف الرهائن إذ بدأ أقاربهم الثلاثة مسيرة تستمر خمسة أيام في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراحهم وأوجه زعيم المعارضة يائر لبيد دعوة لنتنياهو طالبا منه الاستقالة فورا بعد قمة استمرت أربع ساعات بين الرئيسين الأمريكي والصيني واشنطن وبكين تعيدان إطلاق الحوار بينهما والتعاون في عدة ملفات أهلا ومرحبا بكم إلى ما تبقى من النشرة بعد قمة استمرت أربع ساعات بين الرئيسين الأمريكي والصيني واشنطن وبكين تعيدان إطلاق الحوار بينهما والتعاون في عدة ملفات أعادت الولايات المتحدة والصين إطلاق الحوار فيما بينهما عقب قمة وصفت بأنها بناء ومثمر بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينك بينغ في كاليفورنيا استمرت أربع ساعات ومن أبرز ما أفضت إليه القمة اتفاق أمريكي صيني على السناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام بحسب ما أفدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية شيخ وا وفي مؤتمر صحفي قال بايدن إن القمة كانت بناء ومثمرة إلا أنه كان لافتا بأنه لا يزال يعتبر الرئيس الصيني ديكتاتوريا وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين حسنا أعتقد أنه ما زال أنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة دولة شيوعية تقوم على شكل من أشكال الحكم مختلف تماما عن نظامنا ومما اتفق عليه بين واشنطن وبكين عقد محادثات حكومية ثنائية بشأن الذكاء الاصطناعية والعمل على التعاون بين البلدين في مكافحة المخدرات إلا أن القمة أخرجت مجددا إلى العلن الخلافات حول ملف تايوان حيث طلب شي نظيره الأمريكي بأن تكفى واشنطن عن تسليح تايوان مؤكدا له حتمية إعادة ضم الجزيرة إلى البر الصينية وفقا للوكالة الصينية كما أكد الرئيس الصيني لبايدن أن الصين لا تسعى إلى تجاوز الولايات المتحدة أو إزاحتها لكن في المقابل لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها سيول وفياضنات في الشمال الفرنسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن تقديم الدعم المالي للبلدات والقرى المتضررة شهدت مناطق واسعة في شمال فرنسا فيضنات عارمة وسيولا على إثر العاصفة سياران التي ضربت البلاد في الثاني من نوفمبر وبسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار إلى مستويات قياسية في سبع نوفمبر والأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الخميس والجمعة الماضيين وخلال زيارته المناطق المتضررة أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم أعلان نحو 250 بلدية في شمال فرنسا في حالة كارثة طبيعية بسبب الفيضانات العارمة وهو رقم يصل إلى 214 في مقاطعة بادوكاليه ونحو 30 في الشمال وأضاف ماكرون أن الحكومة ستمنح حق الوصول إلى صندوق دعم بقيمة 50 مليون يورو للبلدات والقرى المتضررة ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية منطقة بادوكاليه في حالة إنذار برتقالية وهي ثاني أعلى درجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات وفي الوقت عينه سجلت مقاطعة الشمال تضرر عشرة ألاف حالة بسبب الفيضانات فيما تمت نحو 1391 عملية إجلاء منذ السادس من نوفمبر ووجهت مجموعة المعونة الغذائية لغيستو دي كورغ نداء عاجلا لجمع التبرعات الغذائية والمتطوعين لتوزيع الملابس والبطانيات والإمدادات الأخرى استكمال التحذيرات لبطولة أمم أوروبا 2024 وأخبار رياضية أخرى في هذا التقرير كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الملعب الأولمبي عن الكرة الرسمية لبطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل من الرابع عشر حزيران حتى الرابع عشر تموز بحضور حارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير وقائد المنتخب السابق في لبلام في وقت تستعد فيه منتخبات أوروبية لاقتلاع بطاقة التأهل المباشر خلال فترة التوقف الدولي فيما ستجبر منتخبات أخرى على خوض الملحق لإنهاء مقاعد يورو ألمانيا المقبل أعلن نادي منشستر ستي عن إرادات قياسية بلغ 888 مليون دولار أمريكي خلال موسم 2022 و2023 الذي توجه فيه بثلاثية تاريخية متفوقا بفارق كبير عن الرقم الذي أعلنه جاره منشستر يونايتد الشهر الماضي مشيرا إلى زيادة بلغت 124 مليون دولار في إراداته السنوية مقاراة بالعام السابق لتتضاعف أرباحه إلى نحو 100 مليون دولار أمريكي وأعلن يونايتد الذي يعيش في ظل الستي مذ عقد من الزمن عن رقم قياسي لإرادات الدول الإنجليزي الممتاز بلغ حوالي 807 مليون دولار أمريكي في أواخر تشرين الأول وعلى الرغم من تحقيقها أرقاما مالية قياسية أكد نادي منشستر يونايتد الإنجليزي تنحي مدير التنفيذي ريتشارد أرنولد عن مصبه بعد 16 عاما قضاها في أولد ترافورد مشيرا إلى أن ريتشارد سيتابع الأمور الإدارية فيما يخص تسليم مهمه حتى نهاية العام الحالي حيث من المنتظر أن يشهد النادي الإنجليزي تغيرات في هيكل الإدارة في الفترة المقبلة لأسيما عندما يحصل السيرج جيم راتكليف على جزء من الملكية قد تصل إلى 25% من أسهم النادي وينتظر نادي منشستر يونايت التغيرات على مستوى الإدارة قبل التحرك للتعاقدات المستقبلية وضم لعبين جدد حيث سيكون راتكليف مسؤولا عن الملف الرياضي وكرة القدم كما سيشرف على الصفقات ومستقبل المدير الفني روسيا تبدأ تجربة محاكاة رحلة إلى القمر تستمر عاما كاملا وحاسوب شهين ثلاثة يصنف بأنه أقوى حاسوب عملاق بالشرق الأوسط وأخبار أخرى في هذا التقرير بدأت في روسيا تجربة عزل السترواد لمحاكاة رحلة سيريوس 23 إلى القمر ومدتها عام كامل وقال مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الطاقم يتألف من خمسة مواطنين روسة بينهم باحثون ومهندسون إضافة إلى باحثة من بيلاروسيا ومن المقرر أن ينضم ممثلون من دول أخرى إلى هذه التجربة في موسكو ووفقا لسيناريو التجربة سيحلق الطاقم على مدار أرضي منخفض ثم يحلق لمدة أربعة أيام أخرى إلى القمر حيث ستلتحم المركبة بمحطة مدارية قريبة من القمر وبعد شهر ينتقل إلى القمر بواسطة مركبة أخرى معدلة باستخدام أجزاء صخور نيزك من المريق قام روبوت يعمل بالذكاء للصناعي محفز بإنتاج الأكسجين من الماء ونقلت صحيفة فينانشل تايمز عن باحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة هيفي شرقي الصين قولهم إن الأمر كان سيستغرق نحو ألفين عام من العمل البشرية للوصول إلى نفس النتيجة التي توصل إليها الروبوت وقال أستاذ علم الأحياء الفلكي بجامعة إدنبرا تشارلز كوكيل هذا مثال مذهل حول كيفية إرسال بشر ألين إلى المريخ واستخلاص معاد يمكنها تحفيز عملية إنتاج الأكسجين وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اكتشاف الكوكب الأحمر وحتى جعل البشر يعيشون عليها أكد موقع توب خمسمائة الشهير الذي يصنف أقوى خمسمائة حاسوب عملاق عالميا أن الحاسوب شاهين ثلاثة التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوستة في السعودية هو أقوى حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط وذلك استنادا إلى تفاصيل أساسية حول قدراته كشف عنها في نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة كما احتل الحاسوب شاهين ثلاثة أيضا المرتبة العشرين في تصنيف أقوى الحواسيب العملاقة على الصعيد العالمي حيث تتجاوز قوة معالجته خمسمائة ألف حاسوب ماكبوك برو من الجيل الأحدث تعمل في الوقت نفسه ويساهم الحاسوب شاهين ثلاثة بتعزيز القدرات البحثية العالمية للجامعة حتى يتجدد اللقاء نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة